موسيقى 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 هذا اللقاء جاء من أجلي بطبيعة الحال أن يناقش موضوعا أساسيا متجددا يمكن أن نقول هو من المواضع القديمة الجديدة موضوع حقوق الإنسان والحرية العامة وشكل اليوم هذا اللقاء نقطة التقاء بين عدد من الأساتد الباحثين الذين جاءوا إلى هذا المركز من مناطق مختلفة من المغرب يمثلون الجامعات المغربية وعدد من الباحثين الشباب الذين يهيئون بحوث إما دكتورة أو ماستر أو ما شبه ذلك ومن تم اليوم يطرحوا سؤال أساسي أول حول التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات إذ الكل يعلم بأن المغرب منطلاقا من تقرير هيئة الإنصاف والمصالحات تجاوزة يعني مراحل جد متطورة على مستوى الحقوق والحريات منطلاقا من خراطه أيضا فيما يتعلق بالإعمال عبر المصادقة وعبر مصار طويل الكل يشهد بجدية وبمصداقيته ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من الملاحظات التي تقدم في كثير من الأحيان والتي تعتبر أن ذلك غير مقنع وأنه لازل الأمل أكثر كيفما كان الحال اليوم مقاربة هذا الأمر مقاربة الموضوعية تتوخى مقاربة جميع هذه الحقوق وتطرح قضايا أولا مرتبطة بالأساس بالتنمية على مستوى حقوق الإنسان والحرية العامة وتطرحت قضايا جد جوهرية بنسبة لهذا المجال مثل حق في الماء وغيره ثم هذا اللقاء أيضا لسلقاء وطنيا فحسب ولكن أيضا منفتح على متدخلين تدخلوا عن بعد من موريتانيا ومن تونس وسيتدخلون أيضا من دولين أخرى يأتي تنظيم هذه الندوة كخطوة وكمساهمة من مركز مسارات الأبحاث والدراسة القانونية لخلق النقاش تجديد النقاش حول أحد المواضيع الرئيسية والهمة والمتعلقة بالحق والحرية واخترنا الشيق المتعلق بمواكبة الشريعات ثم تنفيذها من خلال إعمال السياسات العمومية نعلم جميعا أن موضوع الحقوق والحريات فهو موضوع متشعب دائما له سند وله جذور الدولية بطبيعة الحال نعلم تدخلات الأمم المتحدة من خلال أجهزتها في الحقوق والحريات وغالبا ما الدول أصبحت تستلهم عدد من شريعتها وخاصة الشريعة الأساسية الأي دستير من خلال معاهدات والاتفاقيات الدولية بخصوص كونية هذه الحقوق والحريات لكن دائما نجد اختلافات في مسألة التطبيق وكيفية تعامل الدول في تطبيق الحقوق والحريات أو تمكين مواطنها من الحقوق والحريات بحكم أن هذه الحقوق والحريات فهي عصب ما يطلبه المواطن من أجهزته الرسمية أجهزته المسيرة له أي من الحاكمين ولذلك فهذا النقاش اخترنا له عدة محاور كالتأغير الدستوري للحقوق والحريات من خلال المعاهدات والمواطن الدولية لأنه كما قلت فدائما نجد في موضوع الحقوق والحريات دائما السند الدولي ثم ياليه من خلال مواكبة الشريعات وصمويها ثم من خلال الدستير ثم باقي الشريعات سواء القوانين التنظيمية أو الشريعات التنظيمية إلى غير ذلك ثم محور آخر جانب الأجراء وهذا هو المهم إذ لا يكفي أن نصن قوانين نشرع قوانين ولكن ما يهم دائما وهو الجوهر وهو التنفيذ أي يجب أن تكون هناك سياسات عمومية رشيدة تعمل على أجراءات وتطبيق هذه الحقوق والحريات لكي يلمسها المواطن ولكي ترتقي به في تنميته إلى غير ذلك وبالتالي فإن الدول ترتقي في صلم التنمية وهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب من الدول أن تحققه لمواطنيها مركز مصارات للدراسات القانونية قام بتنظيم ندوى حول حقوق الإنسان متعددة استخصصات تدخل فيها العديد من الباحثين سواء متخصصين في علم الاجتماع أو في العلوم القانونية وقد حاولت ندوى من خلال مداخلاتها المتنوعات الروافد الأكاديمية المتعددة مقاربة المسألة الحقوقية سواء على الصعيد الوطني من خلال مسألة الأدوار أو أدوار المؤسسات المتدخلة في حماية حقوق الإنسان وفي ترسيخ الثقافة الحقوقية كما شامل أيضا جزء من المداخلات العلمية التي تم تقديمه في هذا اللقاء الممارسة الحقوقية على الصعيد الدولي والعلاقات أو التأثيرات أو التأثيرات البينية بين ما هو وطني وما هو دولي في حماية حقوق الإنسان وفي تكريسها تجربة دستورية أو دستورية في 2011 أعطاه البرلمان مجموعة من الصلاحيات خاصة أو أعطاه الصلاحية الحصرية لمجال الشريعي فيما يتعلق بالقانون ومن ضمن الصلاحيات الحصرية للبرلمان والتشريعي في المجال الحرية والحقوق هنا نستحضر لفصل سبعين وفصل سبعين الحكومة تظل الحكومة مشاريع ستنائي في مجال الحقوق والحريات من خلال الإذن من خلال الفترة بين النورات لكن ما يمكن الإشارة إليه فهذا السعود هو أن البرلمان المغربي لديه صلاحية كبيرة فيما يخص الشريع في مجال الحقوق والحريات إلا أن هذه الصلاحية تصطدم بمجموعة من الإكرهات خاصة فيما يتعلق بالنخاب البرلمانية وفيما يتعلق بالطبيعة العقلانة البرلمانية لأن مقتدى العقلانة البرلمانية يعني قيد إلى حد كبير على غير البرلمانات العالم من دور البرلمانيين ودور المؤسسة الشريعية في مجال سن القوانين وهنا يمكن استحضار كذلك الفاعل الحزبي يعني الأحزاب السياسية المغربية أو خاصة البرلمانيين دائما ما يجدون أنفسهم يعني متوقعين بمجموعة من المقولات ومجموعة من الإجراءات كالحفاظ على التحالف الحكومي التحالف الحزبي وبالتالي هذه المسائل هذه التحالفات الحزبية تجعل من الصلاحية البرلمانية والسيقرية البرلمانية أو السيقرية الممتل الأمة يعني موضوع يعني بين قوسين لا سيما وإنه تجارب سابقة دائما أن مختلف مشاعر القوانين بحكم الأغلبية الحكومية دائما ما تجد طريقها إلى التطبيق في حين أنه من خلال مجموعة من تجارب بأن الحكومة تحولت على غير باقي التجارب الدولية الحكومات تحولت من مشاريع ستنة إلى مشاريع فعلي وبالتالي هذا الإشكال اليوم في إطار النقاش حول الحرية والحقوق يستدعي أن نطرح مجموعة من الأسئلة مجموعة من التصورات حول كيف يمكن أن نعيد للبرلمان هيبته وصلاحيته التي أعطاها له الدصور وبالتالي هذا نقاش كبير ربما يرتبط بطبيعة الخلفيات الفكرية والتقافية البرلمانية يرتبط من مجموعة من التحالفات الحزبية يرتبط من مجموعة من الالتزام الحزبي يرتبط بالبرنامج الحكومي النقاش اليوم كان حول دور البرلمان في إطار المدخلة التي تفضلت بها إطار دور البرلمان في حماية الحق وحقوق حقوق الحريات وهذه الإشكالية ربما ترتبط بمجموعة مدخل الجانب الدستوري مدخل الدستور القانوني فالقانون ربما والدستور يقدم جموعة من الإجابات حيث أن الحكومة لديها صلاحيات البرلمة لديه صلاحيات لديه مجال كبير أو المجال الحصري في مجال تشريع الحريق الحقوق لكن الممارسة تطرح إشكالات أخرى يعني الأبعاد الممارسة يتدخل فيها ما هو حزبي ما هو مؤسساتي ما هو حكومي يجعل هذه المسدخلين يجعلون من صلاحيات البرلمان ربما موسيقى مؤطرة بشكل محدود